ظاهرة لأصحاب المطاعم أمام مبنى الكنيسة وإلى موضوع ليس بعيدا في ظل الحديث عن حل الكنيسة وتوجه الانتخابات المبكرة تتجه الأنظار في الشارع العربي إلى القائمة المشتركة التي شهدت شرخا في العلاقات بين مركباتها وسط حديث محللين عن إمكانية تفكك هذه القائمة وبروز قوائم أخرى تود المنافسة على الدخول للكنيسة ووسط كل هذا يثار مرة أخرى دور المرأة العربية في العمل السياسي والبرلماني فهل نشهد دخول وجوه نسائية جديدة للكنيسة في الدورة القادمة وهل يزداد تمثيل النساء العربيات في الكنيسة أم يتراجع للحديث حول هذه القضية تنضم إلينا في الستوديو في بثحة مباشر أنهار مصاروة مستشارة للنهود بمكانة المرأة في مجلس عارة عرعر المحلي ومديرة الوحدة للمساواة الجندرية في جفعات حبيبة أهلا وسهلا بك أنهار مصاروة مساء الخير أهلا أخي شحالة قبل ما نحكي عن المرأة والتمثيل النسائي في الكنيسة هل في رأيك نحن في طريقنا إلى الانتخابات مبكرة؟ طبعا أكيد يعني واضح الحكومة لم تثود ذاتها ولا يوجد إتلاف كما يجب فأنتوقع أنه يكون رايح يكون لحد شهر ثلاثة مكسبهم أربعة يكون في الانتخابات جديدة استمعت إلى الأصوات من مظاهرة أصحاب المطاعم في القدس اليوم وأنت قلت هم محقين يعني هيك وراء الكواريس قلت محقين في مطالبهم برأيك كيف تدار أزمة الكورونا في هذه البلاد؟ أنا أتوقع أنه الإدارة إدارة سيئة وفاشلة يعني كان فيه إمكانها احتواء التفشي المرض يعني بطرق ثانية أخرى غير أنه يأثر على الوضع الاقتصادي إحنا اليوم كنا في أزمة المرض اللي هو أزمة الكورونا بس عنا صار أزمات أخرى أزمات الوضع الاقتصادي الفاشل أزمات الوضع الاجتماعي العنف المتفشي في مجتمعنا كان فيه إلو تأثيرات وإسقاطات جدا كبيرة على المجتمع وخاصة المجتمع العربي يعني فكانت إدارة الكورونا يعني لم تأخذ بعين الاعتبار أنه الدولة فيها عدة فئات وكل فئة تختلف عن الأخرى ويجب الاهتمام فيها بوسائل وطرق أخرى فمتوقع أنه كانت إدارة فاشلة لم تأخذ جميع الجوانب ولم تنظر إلى بعد نظر خاصة الوضع الاقتصادي الوضع الصحي للنساء يعني كان فيه كتير أضرار ورايح تستمر الأضرار للمستقبل يعني حاليا إحنا عايشين في الأزمة بس ما بعد الأزمة رح يكون أصعب من اللي إحنا ما نجد أنت قناشطة نسوية بتشوفي أنه نساء هن تضرر أكثر من أزمة الكورونا أكثر من الرجال طبعاً أول شغلة بالنسبة للعنف ظاهرة العنف زادت في عنا اليوم حوالي 200 ألف يعني هاي المحصيات اللي بحكي لك إياها من قبل يعني مدروسة 200 ألف أسرة 200 ألف أمرأة وأولادهم طبعاً معنفين وهن في ضائقة وفي خطر زادت نسب التعنيف أو التوجهات للجمعيات النسوية اللي ممكن يأخذوا منها استشارة أو يلجأوا إلها 62% بفترة الكورونا من بداية الكورونا لغاية الآن قتلت 21 إمرأة في البلاد 13 من هن نساء عربيات وطفل فوضعنا كثير متضرر هاي منحة العنف كمان في عنا تضررات من ناحية المستوى الاقتصادي أول الكورونا خاصة في الجائحة الأولى أول أشخاص اللي هم أصرفوهم من عملهم لعطلة غير مدفوعة الأجر هن النساء وهذا يعني ترك كثير أثر عليهم أثر سلبي أثر سلبي كبير على النساء اللي هن بفجأة بدون أي دخل اقتصادي عدا أنه أنه له تداعيات ثانية اللي هو العنف الاقتصادي أنه لما بتكون المرأة بدون أي دخل خاص فيها وإحنا بنعرف لاستقلالية المرأة بتنبعه من استقلالية هالمادية فهذا بأثر برضو كمان على كلمتها وعلى موقفها وعلى المكانة تبعتها في أسرتها وللأسف بيكون وضعها كثير متأذية ومزرقة خلينا نحكي شوي سياسة كدش مهم حضور المرأة العربية في انتخابات الكنيسة القادمة سواء على صعيد المشاركة أو على صعيد الترشيح جدا مهم أول شي أنا فخورة أنه الانتخابات اللي فاتت كان في عنا خمس عضوات برلمان اللي هن في أربعة من المشتركة وكمان من الحزب من نياش عتيد شا اسمها؟ غردي رمليح غردي رمليح آسفة على اللي ننسيت الاسم فهي ذكاة إنجازة يعني بحد ذاته بس المشكلة مش أنه كمان نوصل لكنيسة كمان بدنا نعمل إحنا لاقيش إحنا إحنا ممثلين للجمهور إحنا ممثلين نوصل صوتنا لمتخدين القرار المفروض أن يكون في عمل عمل وعساس أنه مش أنتبحت في البرنامج اللي صابت أنه يعني بنتك دول أعضاء الكنيسة إحنا نتخبرناكم أنتم ممثليننا المفروض تعملوا برامج وخطط استراتيجية إلى النهوض بمجتمعنا وينه هذا الطرح؟ كمان النساء برد يعني أنك أنت وصلت لكنيسة المفروض أنه كمان تعملي من أجل الناخبين اللي وصلوك للموقف يعني أنت مش راضي عن أداء النواب العرب من القائم المشتركين أنا مغضرش أنتقدهم أنا ضد الانتقادات لا مسأل يعني كيف تقيم أداءهم؟ أنا لا أصلا تعتقد من أنت أقيمهم بس المفروض أنه أي ممثل جمهور يعمل على توصيل الرسالة يعمل على خدمة مجتمعه فيه كثير برامج فيه كثير ميزانيات اللي ممكن أنه إحنا نحصل عليها ونخذها لغاية الآن ما وصلت مجتمعنا في الوسط العربي يعاني من إشكاليات ومن تداعيات جدا خطيرة خاصة العنف وعنف الجريم المنظمة وإحنا بنعرف اليوم كيف سوق السوداء اليوم السيطرة السلاح المخدرات المستوى التعليمي المزري جاهزية وزارة المعارف جاهزية المدارس نحن بالكورونا بقولوا طيب إشتغلوا عن تريكي اللزوم وعن تريكي الإنترنت طيب فيه كورا ما فيش بيها إنترنت يعني بالمرة فالإشي كثير صعب بدون ما يكون فيه إلك قادة قوية لتسمع صوتك إنها تجيب لك ميزانيات تجيب لك أشياء برامج خاصة صعب إنك أنت تستمر يعني اليوم مجتمعنا واعي وبطل يعني صحيح كنا بالأول نقول إنها قائمة عربية يعني النخوة عنا كبيرة إنه لازم ندعم الأحزاب العربية طيب وبعدين يعني المفروض إنه إحنا برضو مثل ما إحنا نتخبناك ووصلناك للكنيزة كما تهتم لمتطلباتنا ولظروفنا المعاشية اليومي يومي اللي إحنا منعيشها فاليوم مجتمعنا جدا واعي بحاجة إلى طرح جدا قوي لرؤية بعيدة المدى لتحصيل برامج وميزانيات اللي تخص جميع شرائح المجتمع غير برامج للمرأة يعني برامج تولي احتياجات الخاصة برامج للجيل الذهبي برامج للشبيب بضائقة يعني في عنا كثير شغل نشتغل المجتمع للنهوض فيه المستوى الاقتصادي جدا صعب لازم يجب خلق فرص عمل يجب خلق أماكن تشغيل بناء أماكن عمل زلوة عسية مناطق صناعية لو بدي أنت عديت كثير من القضايا المؤلمة للمجتمع العربي لو بدي أطلب منك تحدد بضع القضايا اللي بتخص المرأة العربية اللي على النواب العرب أنهم يعملوا عليها في حملتهم الانتخابية القادمة من أجل تحقيق يعني مطالب المرأة العربية شو أكثر أكثر قضايا بتخص المرأة العربية بتشوفيها أنت ملحة ويعني لازم يشتغلوا عليها بدون تأجيل آه منيح سؤالك بكرة في عندي مؤتمر بالصدفة يعني مؤتمر اللي هو راح يتناول أهم قضايا المرأة والطرق الابتكار في التعامل معها بسبب جائحة الكورونا أهمها قضية العنف زل اللي حكيت لك عنه أنه العنف جدا في التفاكم ويجب إيجاد حلول غير الحلول النمطية اللي إحنا ما تعودين عليها كمان في قضية المسواة في الأجور قضية الإقصاء مثلا على قضية الإقصاء فترة الكورونا وفترة أول أول جائحة لما طلعوا الموظفين السلطات المحلية لعطل غير مدفوعات الأجر أول ما طلعوا هنا المستشارات لنهد بمكانة المرأة ونحن نعرف كمهم المستشارة لنهد بمكانة المرأة تكون في لجنات الطوارئ لازم تكون في لجنات الطوارئ فعنا إشكالية كثيرة غير الإقصاء كمان في عنا قضية التمثيل السياسي في السلطات المحلية أو في الكنيسة أو في اللجان اللجان الحكومية أو اللجان الفاعل في المجتمع فينا كمان قضية العنف الاقتصادي راح تكون في محاضرة عن قضية العنف الاقتصادي وكمان قضية جدا مهمة اللي هي صحة المرأة وخاصة بفترة الكورونا راح تكون في محاضرة عن أهمية صحة المرأة وكيفية علاجها وإيجاد حلول لتجاوزها هل بتفكر تخوض انتخابات الكنيسة القادمة القريبة؟ صراحة لغاية الآن لم أفكر في الموضوع طبعا أنا كنت مرة مجرشحة في حزب اللي هو كان حزب جديد بشهر أربعة لألفين وتسعتاش بس من التجربة عرفت أنه حاليا المجتمع غير جاهز لكبول حزب جديد خاصة حزب نسوي عربي يهودي مش عارفة سندرس الموضوع ممكن انت منشوف شو بك سؤال الأخيرة إليك شو رايك بترشيح امرأة عربية لرئاس الدولة؟ سيدة الأعمال الهام خازن من البيعني أعلنت من هون كانت جلسة على نفس هذه الطاولة عن ترشحها لهذا المنصب قبل أيام قليلة شو رأيك في هذا الترشيح؟ أنا شخصياً لا أعرفها إنما منحة من ناحية المبدأ لو أي سيدة حكت لش لا؟ من كان لأن رئيس الدولة رايح يكون بس رجل هي وتحدي صعب وتجاوز الصقف جداً صعب أما أنا بحييها أول شي على جرأتها كل الاحترام إحنا بحاجة لناس زيها اللي عندهم جرأة وإيش يخكوا وإيش يقولوا إن شاء الله إنها بتتحقق حلمها بس بعرف إنه بهاي الفترة أول شي عندها كثير دوائر وتحديات لتتجاوزهن أول شي شغلة كونها سيدة امرأة ثاني شغلة كونها عربية في مجتمع اللي هو من الأصل يمارس ضده كافة أنواع العنصرية فبتوقع إنه شوي صعب بس بكفيها شرف المحاولة شكراً لك أنهار مصاروي مستشرة لنهود بمكانة المرأة في مجلس عارة عرعر المحلي ومديرة الوحدة للمساواة الجنرية في قباة حبيبة شكراً على حضورك شكراً لك أنت ترعب وننتقل إلى موضوع آخر